سلام عليكم شباب معاكم ديسنجر اول جديد طبعا هذا اول فيديو عندي في لعبة ذا ديفيجن ان شاء الله نبتدي معاكم سلسلة حلقات فيه وان شاء الله نعطيكم فيديوهات حلوة تعجبكم طبعا ما راح نزل تختيم تختيم ناس راح تنزل فانا اريد انسل شي مختلف عن الناس راح اشوفكم فيديوهات ممتازة ان شاء الله ننسلكم معيها كل يوم وان شاء الله نستفيد مع بعض فخليني طبعا اليوم الفيديو راح تكلم عنه كيف تحل مشكلة الايمو اذا انت كنت تلعب في مهمة وتحسس الايمو يخلص عليك سريع راح نشرح المشكلة وراح نشوف حال حقها وان شاء الله تستفيدون منها طبعا في الدارك زون مهمة نفس الشيء راح تخلص عليك الايمو اغلب الوقت اذا كنت تسوي هذا الشيء اذا كنت تحط سلاح السلاح السلط برايماري وتحط سكندري السلط او تحط الاثنين سبمشنغن او تحط سلاحين شادغن يعني السلاحين من نفس النوع يستخدم نفس الايمو عرفت فلا عليك تسوي يشوف مثلا اني عندي برايماري حاط لنا سبمشنغن السكندري حاط لنا السلط وطبعا الثالث هو معاي الهند كانون او هاي هند كانون بسل سايد اير ميسموني سايد اير محلو فكيف تعرف نوع السلاح طبعا تروح للسلاح اللي تبيه تحرك شوف هادا الجهة اللي ميسار هذي اللي حرك كانت تكون فوقي على طول اول شي بداية الجدول مكتوب السلط ريفل هذي عندي السلط تنزل علي مكتوب هادا الشادغن هادا الثالث ماركس من هادا الرابع سبمشنغن فاللي عليك تسوي انه تخلي السلاحين مختلفين في البرايماري والسكندر يعني مثلا عندك في البرايماري سبمشن الثاني السلط عندك سنايبر تحط الشادغن اللي يعجبك يعني بس اهم شي يكون مختلفين يستخدمون ايمو مختلف لانه لو حطيت اثنين سبمشنغن او اثنين السلط راح يستخدمون نفس الايمو فلما تبدل السلاح يكون ما عندك ايمو فهذا المشكلة اللي يسوي فيها اغلب الكل مع حتر يكون عندك سلاحين قواية الدمج اللي فيهم لازم تضحب واحد حق لا يخلص عليك الايمو فهذا الشي يعني نصص يفي مشاكل وايد فان شاء الله هذا يستفيد منه يعني حالك يعني ما لقيمتك خرب بطن شوي المهم شباب وصلنا الى كده نهاية الفيديو اذا عندك اي سؤال اي استفسر اكتبلي ايها في الكومنت تحت وان شاء الله اقدر نزلكم فيديوهات اول بول وان شاء الله دستي فيديو منهم فاذا اذا عجبك لا تنسى لايك فيه سبسكرايب ولا تنسى الشير خلي الناس تستفيد من هذا الفيديو شكوكم على الخير سلام عليكم اشتركوا في القناة